رئيس سيسي صدق على قانون التحفز والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية يعني إيه رئيس يصدق على القانون؟ يعني كي يصبح القانون أمراً مقدياً به وملزماً لكل سلطات الدولة لابد أن يمهر بتوقيع رئيس الدولة يعني رئيس الدولة يوقع رسمياً على القانون وينشر في الجريد رسمياً طيب هذا القانون لابد أن يأتي للرئيس من البرلمان موافقاً عليه والرئيس في توقيعه على القوانين أو أحكام الإعدام النهائية أعتقد أنه من أجرأ وأسرع الرؤساء في هذا الأمر يعني الرئيس له مدة زمنية بموجب القانون ممكن أن يراجع نفسه فيها في أحكام الإعدام أو يوقف تنفيذها يعني تبقى المحكمة أي لا يعدم رئيس الجمهورية يوقف التنفيذ لا رئيس الدولة الحالي هو شخص يؤيد هذه الأحكام تماماً وهو سريع في تأييد الأحكام النهائية فيش كلام قولاً واحداً لما جينا في قانون مثل هذا في تحفظ على أموال الإرهابيين يعني إيه يا فنديم؟ يعني حضرتك عندك 14 مشروع 13 منهم خير بتعمل مصنع غيزائي بتعمل مصنع ملابس زي ما أنت عايز موطن طبيعي في واحد منهم شركة صرافة مثلاً لقينا كده إيه زي 200 ألف دلار طلعوا من الشركة بتاع الصرافة دي راحوا في حتة كده من يجرمها القانون لا أنا بقى مش هحجز على شركة الصرافة أنا هحجز عليك كلك